مرحبا اليوم سيكون موضوعنا عن مركز الثقل ومركز الطفو للسفينة واللي رح يفسر بعض الظواهر زي اللي منشوفها الآن بالفيديو مثل انه مركب ترجع تعدل حتى بعد ميلانها ناحية اليمين أو ناحية اليسار أو يعني ستاربود أو بورت أو انها تغرق ببساطة قبل ما نبلش لازم نعرف انه اللي بيحكم كل هذه الحركات هي عبارة فقط عن مجموعة من النقاط الهندسية يجب على كل ضابط بحري انه يعرفها ويتنبأ بمكانها لما له من عظيم الاثر زي ما حنشوف كمان شوي اختصارات هاي الرموز زي ما احنا شايفين الام تسمى انيشيل ترانسفيرز ميتا سنتر الجي وهو السنتر في غرافيتي أو مركز طقل السفينة البي وهو السنتر في غرافيتي أو مركز الطفو والكي وهي عبارة عن اختصار لكلمة كيل خلينا نفسر كل رمز من هاي الرموز ومنبلش في الكيل أو كي الكي أو الكيل والتي تسمى بالعربي الأرينة أو القرينة زي ما راح تشوفها في بعض الكتب العربية هي عبارة عن القطعة اللي عم نشوفها أسفل السفينة وهي أساسا أسهاس السفينة نفسها ورح نعتبرها خط الصفر لجميع قياساتنا خلال المحاضرة كونها ثابتة بالتأكيد وهي بالمناسبة أول شيء بينبنى بالسفينة الآن بالنسبة للرمز الثاني وهو اللازم نعرفه هو الرمز جي أو السنتر أوف غرافيتي أو مركز ثقل السفينة وتعريفه مثل ما نشوف هي النقطة التي تمثل جميع أوزان السفينة ويكون تأثيرها عموديا للأسفل فالسفينة مثلها مثل أي شيء على الكرة الأرضية لها مركز ثقل فالكرسي اللي انت عليه والطاولة وانت شخصيا إلك مركز ثقل مكان وجوده يمثل توازنك ولحتى تتضح الصورة أكثر انتبه أن البضائع التي تشحن لها قوة وزنية أو WF أو Weight Force وبكون تأثيرها عموديا للأسفل الآن سأخلي وزن واحد لنفهم الفكرة فالنقطة جيهة باختصار الممثل لجميع هذه الأوزان ومكانها محكوم بقيمة الأوزان ومكانهم زي ما راح تشوف كمان شوي طبعا الأوزان ليست فقط البضائع بل أيضا الناس المخازن الوقود وكل شيء يضاف على السفينة بعد تركيب مكناتها وبدلها الآن بدنا نحكي عن النقطة بي وهي رمز لـ Center of Buency أو مركز طفو السفينة وتعريفها أنه هو المركز أو هو المركز الهندسي لجزء المغمور من السفينة والذي يمثل جميع قوى الطفو ويكون تأثيره عاموديا للأعلى الآن زي ما ذكرنا سابقا حسب قاعدة أرخاميدس فقوة الدفع اللي موجودة من الأسفل تمثل بالمثل النقطة بي واللي بكون دائما تأثيرها للأعلى يعني لو حطينا المركزين الآن على الرسم فهي عبارة عن حرب متجهات لا أكثر واحد منهم يمثل القوى الوزنية ويت فورس والآخر يمثل قوى الطفو أو البوينسي فورس وأنه المركز الآن عائمة فيعود السبب أنه هناك قيمة كافية لحمل السفينة كما في الصورة طيب الآن إحنا حكينا أنه هذه النقطة متحركة مش مثل النقطة كي يعني مش ثابتة خلينا نشوف أولا النقطة جي كيف بتتحرك لما نشحن وزن على المركب أين كان قيمته فاللي حيصير تماما مثل ما إحنا شايفين ورح يروح مركز الثقل باتجاهه وبالعكس لو صار عندي تفريغ للوزن فالنقطة جي رح تبتعد بعكس اتجاه التفريغ وهذه المسافة بنرمز لإلها بالرمز جي جي في وفي هنا تعني بيرتيكال يعني الحركة العامودية وهي اللي بتهمنا في درس اليوم طيب خلينا الآن بعد ما تعرفنا عليها نفسر شو اللي بيخلي المركب ترجع لما تميل المركب لأحد الجهات فالنقطة بي بتتحرك نحو الجزء المغمور أكثر زي ما منشوف هون فمنلاحظ أنه اتجاه القوة للنقطين بطلوا متعامدات كل واحدة على جهة وهذا التباعد هو اللي بولد الحركة اللي منشوفها أثناء عودة السفينة وبالمناسبة امتداد هذه القوة يتقاطع مع الخط المنصف في النقطة أم اللي ظهرت معنا في الرسم بالبداية وما شرحناها أو ما حكنا تعريفها الآن هذا هو السبب اللي بيخلي المركب ترجع تعدل بعد زوال القوة الخارجية حيث أن البي تدفع للأعلى من جهة الميل في حين أن الجية أو السنتر أو في جرافتي تدفع للأسفل من الجهة الأخرى وهذه الحالة بنسميها الحالة المتزنة أو stable condition بس أكيد مش دائما بتكون الأمور طبيعية فمثل ما هناك في حالة متزنة فيوجد حالات أخرى كأن تكون غير متزنة مسببة انقلاب السفينة وغرقها رح نعرض الآن حالات الاتزان لنعرف كم إنه مهم نعرف موقع الجي واللي على أساسها منحدد حالة المركب فمثلا الحالة الأولى هون الجي موجودة تحت النقطة أم يعني الجي أم موجودة وترتيبها بهذا الشكل يكون الحالة المتزنة الطبيعية طبعا هنا بتكون الكي أم أكبر من الكي جي واللي كل قبطان طبعا بيسعالها بالتأكيد أما الحالة الثانية أمامنا فبتكون النقطة أم تحت الجي يعني كي أم أقل من كي جي وهنا بنلاحظ أن النقطة بي بتشتغل ضد المركب فهي بتدفعها ناحية الجزء المضمور لهيك بنسميها انقلاب وهي الحالة الغير متزنة أما الحالة الثاثة والأخيرة وخطورتها مثل خطورة السابقة حيث تكون النقطة جي متطابقة مع النقطة أم يعني بتكون الكي جي تساوي الكي أم أو منسميها هون الجي أم تساوي صفر ومنسميها نيوترال أو الحالة المعتدلة وبتكون المركب هون بموضع خطرة جدا حيث أنها لو تعرضت لأي قوة خارجية فلن تمتلك حينها القوة لصدها الآن وبعد ما تعرفنا على الحالات صار الوقت لنعرف كيف نحسب بالضبط المسافة اللي تحركتها الجي لنعرف من خلالها القيمة الثانية مثل الكي جي وقيمة الجي أم ونعرف لأي حالة من حالات الاتزان تتبعها مركبتنا والطريقة لذلك أكيد أنه يكون عندنا طريقة لحساب الجي جي في ولي من خلالها منعرف قيمة الكي جي واللي بعدها الجي أم طب وهو أصلا شو الغالة نعرف الكي جي والجواب بساطة أنه هذا مفتاح كل شيء زي ما راح تشوف كمان شوي بالأسئلة اللي هنحلها سواء إن شاء الله فمثلا هنا منلاحظ أنه لو افترضنا أنه قيمة الكي أم ثابتة فبمعلومية الكي جي حيكون سهل أنه نعرف قيمة الجي أم واللي هي راح تقولنا أنه المركب حتعوم ببساطة وإنها تغرق زي ما منشوف من المعادلات المشتقة فالكي أم تساوي كي جي زائد جي أم وعليه فالجي أم راح تساوي كي أم زائد ناقص كي جي زي ما حكينا ذا الكي أم معروفة فاستخرجنا الكي جي فسألونا نطلع الجي أم طبعا أنواع تحرك الأوزان على السفينة إما فردي وإما زوجي ولا نفهم أسرع خلينا نعرض عليكم أنواع التحرك الوزن الفردي واللي هتواجه أي حد فيك بالبحر أكيد الآن أنواع الأسئلة اللي بتيجي زي ما احنا شايفين إما Shift أو Weight Shifting Loading Weight أو Discharging Weight وكل واحدة منهم إلها معادلة خاصة زي ما احنا شايفين مباشرة الآن خلينا نبلش أول حال وهي تحرك الوزن ونفهم إيش اللي بيصير حتى نعرف من وين إجت المعادلة تبعتها طبعا الآن إحنا لما نحرك وزن المكان إلى مكان فاللي بيصير بالظبط زي ما احنا شايفين إنه الجي بتتحرك للمكان الجديد اللي هو الجي في لكن إحنا بحاجة إلى معادلة تورجينا كم تحرك الجي أو بدنا نعرف قديش قيمة الجي جي في لأنه زي ما حكينا قبل عن أهمية هاي القيم لتخمين تصرف المركب خلينا مباشرة نفهم كيفية الحساب من خلال مثال حي زي ما احنا شايفين هنا بيحكي لي في مركب إذا حتى خمس تلاف طن والإنيشال كي جي تبعها أربعة ونص احسب لي أو calculate the final كي جي if a weight of 20 tons is moved vertically تحرك لفوق upward from the lower hold كي جي 2 meter to the upper leg كي جي 6 ونص دائما أرسم أنت الرسم حتى أنك تفهم السؤال أكثر زي ما احنا شايفين حطينا الكي جي قيمته أربعة ونص الويت موجود على كي جي 2 سمول لتر يعني أي شيء غير كي جي المركب بحط كي جي سمول لتر هذا الوزن يتحرك بمقدار الخط الأخضر المتعرج اللي احنا شايفينه هاي بتكون عبارة عن distance وصار في المكان الجديد اللي هو المكان الأصفر يعني في المكان اللي قيمته 6 ونص متر الآن الجي راحت للجي في الجديدة لأنه صار الوزن فوق فمباشرة بحسب تطبيق مباشر الجي جي في يساوي دابليو في دي على دابليو اللي هي الكابيتل طبعا الويت اللي صغيرة دي اللي هي distance والدابليو الكبيرة اللي هي بتعبر عن displacement وبعوض تعويض مباشر عشرين في 6 ونص ناقص 2 على خمس ثلاث 6 ونص ناقص 2 اللي هي كي جي زي ما احنا شايفين من السؤال من الموقع الاول الى الاخير ومنطلع قيمة الجي جي في ومن خلاله بنحكي انيشال كي جي زائد جي جي في بيطلع لنا لهو نيو كي جي او الفانل كي جي وبتطلع قيمته 4.018 ميتر الآن خلينا نشوف خلال الشحن ايش اللي بصير منلاحظ انه لما نشحن وزن على سطح السفينة فالنقطة جي بتروح باتجاهه بتكون المحصر عبارة عن مركب عمودية وفقية زي ما موجود داخل الدائرة الحمراء لكن احنا بتهمنا الآن المركب العمودية واللي من خلالها بنعرف لوين صار موقع الجي ومن خلال المعادلة الجانبية اللي احنا قاعدين منشوفها الآن اللي هي الجي جي في تساوي دبل يو في دي على ديسبليسمنت لكن زائد ويت لانه انا اضفت وزن على السفينة فمستحيل تكون ازاحة السفينة ثابتة وزي ما تعودنا فاقصر طريقة لفهم هذا الكلام فهو من خلال مثال مباشرة خلينا ناخذ المثال التالي والمثال بيحكي انه بنرسم الرسم دائما ستة ونص لهو الكي جي تبع السفينة والوزن عملت له شحن على كي جي 2.0 زي ما احنا شايفين من خلال الرسم الآن تطبيق مباشر نفس الطريقة بعمل جي جي في تساوي دبل يو في دي على ديسبليسمنت لكن زائد ويت زي ما حكينا ومباشرة لما نيجي احنا نحط الويت ننتبه انه الديستنس هنا بتختلف عن الشفت هي بتكون بالضبط المسافة ما بين الوزن اللي انشحن وما بين كي جي المركب يعني ستة ونص اللي هو هون كي جي المركب وثلاثة وين انا شحنت الوزن تقسيم 12500 هي الازاحة زاد الف طن اللي هو الوزن وبطلع القيمة 0.259 وبالمثل انيشال كي جي مع الجي جي في بيعطيني فانال كي جي الانيشال كي جي كانت قيمته اللي هي ستة ونص والجي جي في اللي حسبته زي ما انا شايف بما انه انا شحنت وزن تحت السنتر وفي غرافيتي فبتوقع انه الجي حتنزل لتحت لانه الوزن تحت مش فوقها فحي تصير هون الجي في فهي الجي جي في اللي انا قاعد بحسبها فالجي جي في اللي هو 0.259 مفروض انها تنطرح لهذا السبب فهي 6.5 ناقص 0.259 وبطلع 6.24 لو اخذت نفس المثال ولكن بدل ما اعمله لودت عملت لودس جارج عشان نفهم موضوع انه ليش انا طرحت بين الانيشال كي جي والجي جي في وليش الان رح اجمع نفس الرسم اللي احنا شايفينها امامنا الان لو اجي بدي اعدلها على انها مش لود على انها دس جارج حنحط هنا دس جارج عند الوزن رح نتوقع مسبقا انه انا لما اشيل هذا الوزن فاكيد ما رح تكون الجي جي في بهذا الشكل يعني الجي في اللي كانت خلال الشحن بما انه الان تفريغ فالسنتر اوفي غرافتي او الجي او مركز توق للسفينة هيبتعد لي الاعلى يعني الكل هاتزيد مش هتقل وهنا هتكون الجي جي فيه فالك اي جي زي ما حكينا هون يعني رح تزيد وعلى هذا الاساس لما اوصل للمرحلة الاخيرة اللي وصلت لها قبل شوي اللي حيصير تماما إنه الانيشال كي جي بدل ما يتم الطرح هنا حينشال كل إشي فوق طبعا في المعادلات لأنه دسجارج فالديسبلسمنت ناقص ويت هنا هحط زائد لأنه الكي جي زادت طبعا هنا أنا بحط فوق ناقص لأنه الديسبلسمنت كان 12500 فشلت منها 1000 المفروض تصير 11500 هتصير 0.304 وهنا بحط زائد لأنه زي ما شفنا في الرسم زادت الكي جي فهتكون الفاينال كي جي 6.804 الآن هنوصل للمرحلة الأخيرة في هذا الدرس في هاي المرحلة هنحكي عن الأوزان المتعددة أو أكثر من وزن مش وزن منفرد زي ما شفنا طبعا مثل ما شفنا لأنه في الأمثل السابق كان سهل جدا أن نعرف قيمة الفاينال كي جي لما يكون وزن واحد بس شو الحل لما يكون عندي عشرات أو حتى آلاف الأوزان من شحن وتحريك وتفريغ طبيعي أنه هيكون معجز أن أعمل معدلات لشحن السفينة معقول أنه ما يكون في حال لا أكيد الحل موجود وسهل أكثر من الأوزان الفردية حتى أضف لذلك أن الطريقة اللي راح نتحلمها الآن منقدر نستخدمها لو كان عندي وزن واحد من غير ما أحتاج أرسم مثل الأمثلة السابقة اللي شفناها خلينا نشوف المثال التالي المثال التالي بيحكي لك أنه في مركب إزاحتها عشر تلاف طن هاس كي جي فور بوينت فايف طبعا هاي الانيشيل قبل ما أعمل أي شغل وصار في عندي مجموعة من البضائع اللي احنا شايفينها صار في عندي لود 120 طن كي جي ستة 730 طن كي جي ثلاثة واثنين وعندي دستشارج 68 طن وكمان دستشارج 100 طن وحطين الكي جي تبعه 22 واثنين وعندي في شفت 86 طن وهذا مهم كثير أنه نفهمه 86 طن من فرم 2.2 لـ 6 مفتاح هذا المثال انت شايفه صعب ولكن هو جدا سهل إذا فهمت الجدول التالي خلينا نعب الجدول التالي كما يلي منحط ويت وكي جي ومومنت هنا كلمة مومنت معناها أنه هي مصطلح لحاصل ضرب قيمة وحدتها حتكون وزن زي الويت هنا طن والوحدة الثانية بتكون مسافة زي الكي جي هنا متر الآن منقسم الجدول كالتالي لحتى ننقل الأوزان اللي بالسؤال يعني مباشرة منبلش نفرغ الأوزان من السؤال بحيث منحط للشحن علامة موجبة للتفريغ منحط علامة سالبة وللشفت منحطها مرة موجب ومرة سالبة وحنفهم الآن ليش صار عندي هذا الحكي وهنا حطيت آخر إشي باللون الأصفر الإزاحة لأنه أهم وزن لازم نحطه لهو وزن المركب نفسه مهم جدا تراجع دائما الأرقام وتتأكد أنك كتبت صح لتفادي الأخطاء بالأخص الإشارات زي ما إحنا شايفين بتم توزيحها بحيث أنه اللود أو الشحن بيأخذ علامة بلس باللون الأزرق التفريغ بيأخذ علامة مينس زي باللون الأحمر والشفت زي ما حكينا مرة بيأخذ موجب ومرة بيأخذ سالب بس يعني طبعا لوضع يعني السبب لوضع إشارتين مثل ما منشوف الكي جي مختلف عند الشفت 2.2 و 6 بس السبب الحقيقي أنه أنا بحط شفت أو خليني أفهم ليش أنا بحط مرة مينس ومرة بلاس خلينا نشوف الرسم اللي أمامنا قدام الآن تخيل المركب اللي قاعدين منحل السؤال تباحها المركب اللي إحنا شايفينها أمامنا والأسود هذا هو الوزن اللي صار كالتالي فرم أني أنا نقلت وزن فرم يعني زي أكنه بطل الوزن موجود على المركب صار على الرافعة فبعتبره دستشارج فبحط ماينس ستة وثمانين لأنه صار دستشارج ولما أنقل الوزن لأي مكان ثاني يعني تو فبيصير زي أكني رديت شحنته على المركب فبعتبره لود وبحط له إشارة بلاس الآن مباشرة بنضرب القيم زي ما حكيت لك المومنت هي حاصلة ضرب قيمتين فبضرب عشر تلاف في أربعة ونص بيطلع لي خمسة واربعين ألف مية وعشرين بضربها في القيمة ستة بتطلع سبعمية وعشرين بلاس دائما رحل الإشارة معك زي ما احنا شايفين سبعمية وثلاثين في ثلاثين بلاس الفين ثلاثمية وستة وثلاثين الدستشارج هنا ماينس ثمانية وستين في اثنين فبيطلع ماينس مية وستة وثلاثين ماينس مية في ستة واثنين بيطلع ماينس ستمية وعشرين الشفت الأول اللي هو ماينس ستة وثمانين في اثنين واثنين بيطلع ماينس مية وتسعة وثمانين فاصل اثنين واخر اشي اللي هو الـ plus 86 نضربه في 6 وبتطلع القيمة اللي هي 516 plus بدك تعرف هنا طبعا انه هاي الارقام صحيح انه هي نقل يعني انا قاب بنقول الاوزان بس والكي جي قاب بنقوله يعني اول اشي اللي بدي اعمله انه تطلع القيم صح في المومنت زي ما احنا شايفين ليش لانه كل هاي القيم الان باستثناء الكي جي هنعمله عملية جمع يعني هنعمل جمع كامل الاوزان ونطلع الويت لانه زي ما انت شايف بما انه المومنت يساوي ويت ضرب كي جي فاذا الكي جي وحيكون بساوي المومنت تقسيم الويت يعني الان بدي احط الاوزان اللي هي total moment كاملة حنحسبها واحدة واحدة وبعدين نحط total weight الاوزان اللي حطيتها طبعا هون الويت هي زي ها displacement فبحط انا بدل الويت يعني لما اجي اكتب total بكتب full displacement نلاحظ هون انه total weight طلع او total displacement طلع 10682 والtotal moment طلع 47626.8 عشان اطلع final kg بحسبه بهذا الشكل زي ما حكيت لك هو قسمة total moment على total displacement هون عرفت عرفتها ب displacement مش total weights لانه في النهاية حكيت لك شو المنئجة هذا المسمى وبفرغ الارقام كما هي من الجدول وبطلع عندي قيمة final kg بعد القسمة هيطلع القيمة 4.459 متر وهيك بكون انا طلعت القيمة وزي ما حكيت لك استخدم هذا الجدول في اوزان متعددة الاوزان المنفردة هيطلع نفس الاجابة وممكن انها تطلع بعض المرات ادق في بعض المسائل للسينجل ويت ولكن يعني حاول دائما يعني اذا طلب واذا كنت حاب اعرف الجي جي في اكيد ما رح اقدر استخدم الجدول ولكن اذا كان المطلوب في السؤال فقط انه طلعلي قيمة الفاينال كي جي كما هي فحيكون استخدام الجدول هو افضل خيار ملخصنا اليوم احنا عرفنا كيفية تعودة المركب للحالة الطبيعية بعد زوال القوى الخارجية تعرفنا على حالات الاتزان الثلاث تعرفنا على المصطلحات شو يعني جي أم وكي وكي أم وكل القيم اللي بتهمنا واهمية كل واحدة منها بالتأكيد وحلينا اسئلة للأوزان المنفردة المنفردة والمتعددة وشكرا